اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووقعها جلالة الملك في قصر الزاهر الرفاع وحطينا هدف ان احنا نبين ضاعف الدخل الحقيقي يعني الريل انكم حق الاسرة البحرينية خلال الفترة بين الفين وثمانية والفين وثلاثين لا شك انتو كلكم تتابعون الاحداث وتعرفون ان واجهتنا تحديات في هذه الفترة من اهمهم الازمة المالية اللي صدتنا في الفين وثمانية الفين وتسعة في نفس السنة اللي احنا اطلقنا هذه الرؤية انهارت الاسواق العالمية وصار فيها يعني انكماش في الاقتصاد العالمي الشيء الثاني اللي طبعا ما يخفى على الجميع هو ما يسمى بالربيع العربي اللي مر على العالم العربي وسبب هزات كبيرة في المنطقة لكن ابعد بفضل من الله سبحانه وتعالى وتكاتف الجميع تجاوزنا هذه الفترة واخر تحدي في الفين واربعة عشر كان هو الانخفاض العالمي لأسعار النفط يعني انزلت من تقريبا مئة وصلت حتى الى تسعة وعشرين سببت لنا مشاكل كبيرة في المالية العامة وتحديات يعني اضطرنا نقترض لدرجة انو وصلنا الى حد غير مريح لكننا تجاوزنا هذه التحديات فانا اكررها على اساس ان نذكر انفسنا ان مهما كان التحدي فبالعزم وبالاصرار نقدر انتحدى هذه المصاعب ونوصل الى الانجاز المنشود ارغام بسيطة يعني العام النمو الاقتصادي الغير نفطي في الفين وسبعة عشر كان ما يقارب خمسة في المائة اربعة فاصلة تسعة الاستثمار اللي احنا نتوقعه السنة الخارجي اللي بيدخل البحرين في الفين وثمانة عشر بفوق الستمائة مليون دولار في الفين وخمسة عشر بعد الانخفاض اللي النفط كان خمس وستين مليون دولار فيعني عشرة اضعاف اللي قدرنا نحققها في الفين وخمسة عشر بنحققها السنة واكبر حدث طبعا يعني يمكن على بال الجميع هو الاكتشاف الكبير في المنطقة الغربية للبحرين اللي ما يسمى بالنفط الضيق فبكل هذه الخير طبعا مثل ما انا خبرتكم كانت عندنا مصاعب وكانت عندنا كان عندنا تحدي بسد العجز والحصول على التمويل اللازم لتسيير اعمال الدولة بدون ضرر ولا يعني انقطاع فالله يسلمكم مثل ما انتم تعرفون مثل ما احنا فرحنا والبحرين كلها فرحت اخواننا في الخليج الحقيقة الشكر موصول الى المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة ودولة الكويت على ما قدموه من دعم الى مملكة البحرين على اساس يعطونا فرصة وفترة ان احنا نصحح وضعنا المالي ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالب بن عبدالله طرح في كلمته الافتتاحية ملامح هذا البرنامج فبهذا الحدث الحقيقي المهم نطوي هذه الصفحة ونطالع الى الامام ونشوف المستقبل والمستقبل واعد ان شاء الله فوضعنا قوي وبالعمل والتكاتف بنقدر ننجز ونتغلب على اي مصاعد انا هذه متأكد منه واذا تكلمنا على الانجازات اللي تمت يعني طبعا نكون اول واحد هو كان جزء اساسي او ركيزة اساسية من برنامج عمل الحكومي الاخير وهو موضوع الاسكان احنا حطينا في برنامج عمل الحكومي انا بنحقق خمس وعشرين الف او نسلم خمس وعشرين الف وحدة سكنية في الاربع سنين اللي مضت لحد هذه اللحظة وصلنا الى عشرين الف فاذا قدرنا ونحققنا ود والعم خليفة فرحان بعد عن هذا الاعلان نحن نوصل او نامر خمس تلاف وحدة اضافية تسلم قبل نهاية هذا العام على اساس نستكمل هذا الهدف المنشود فعد باسم اللي عينك ومشكورين يعني كلكم في وزارة الاسكان ما قصرته مشكورين فاذا بعد فكرنا اش قدرنا نحقق يمكن البقية من الامور احنا حققناها في العام الماضي من بعد ما شفتكم انا اول يعني عقب ما شفتكم في الملتغى الاخير من اهمهم هو اقرار مشروع صحتي وبدأنا في مركز واحد باصدار البطاقة اللي تسمح للزبون انه يختار اي طبيب هو يريده وتمنى ان احنا بعد نوصل هذه الخدمة لكل انحاء المملكة فهذه شي عظيم والحقيقة الشكر موصول مو بس للجهاز التنفيذي بعد للمجلس التشريعي او المجالس التشريعية اللي ساعدونا في هذا العمل الكبير احنا في 2016 اطلقنا نظام سميناه نظام سجلات ونشكر وزارة التجارة والصناعة على انشاءه ولكن من بعد ثلاث سنوات من العمل وجدنا انه فيه يعني فجوات فاشتغلنا في العام الماضي على تصحيح هذه المشاكل الموجودة في النظام واليوم انا فرحان ان اعلن اطلاق برنامج سجلات ما يسمى بيعني راقم اثنين او المشروع الثاني او المشروع المطور او بالانجليزي يسمونه 2.0 فالاخزايد مشكورين وكل المسؤولين في وزارة التجارة انا عارفش كثير اشتغلتوا على الموضوع مشكورين وبناء على هذه العمل يوم سألنا القطاع الخاص وبالشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص سألناهم شن هي الاشي اللي فعلا تأخر عملكم وقالوا ان رخص البناء تاخذ وقت كثير فالحقيقة تم عمل جبار لعداد اول دليل موحد لاشتراطات رخص البناء وحطيناه على نظام الكتروني واليوم احنا بندشن نظام سميناه نظام بنايات والهدف من وراه هو ان المناطق المخططة تصدر رخصة البناء في اقل من خمسة ايام وهذه الحقيقة انجاز كبير ومشكورين على ما قدمتوه لان في السابق كانت الرخص البناء في بعض المناطق توصل الى ستة شر وبعض الوقات توصل حتى الى سنة فهذه ما تم الا بالمشاركة مع القطاع الخاص والعمل الدقوب من المسؤولين كل في مكانه في الدولة تطوير شبكة المواصلات يعني يمكن الحقيقة انا شيء اعتز به وفرحان به كثير انجزناه في هذه السنة هو الاعلان اللي تم في مؤتمر الاستثمار في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن استلام او طرح المناقصة للشركات الاستشارية حول جسر الملك حمد وننتقل من فكرة كانت حبر على ورق الى واقع فانتو كلكم تعرفون اهمية المملكة العربية السعودية والشريان اللي هو جسر الملك فهد الحالي بيكون فيه شريان اخر اللي هو جسر الملك حمد ومبروكين الحقيقة للبحرين وللمملكة العربية السعودية هذه من المشاريع الضخمة اللي احنا فرحانين بها والشي الثاني ان فكرنا طبعا بر قاعدين الان نتكلم عن جو فمطار البحرين جريب اخلص الجديد واللي بيسافر يشوفه يشوف الترمنال ويشوف المطار وهو يعني جريبا ان يفتتح انا اتوقع انه في اول ربع من سنت الياية بيكون الافتتاح التجريبي لهذا المطار واول مسافرين ان شاء الله بيسافرون في المطار قبل انعقاد الملتقى الحكومي السنت الياية فهذا يعني اذا انتو تذكرون المطار القديم والحين المطار الحالي هذا بيكون يعني نقلة نوعية تغريبا ثلاث مرات الحجم الحالي مع كل التقنيات الحديثة وبعد يعني الحقيقة وسام نقدر نفتخر به من الانجاز واخيرا انتو بظاهر تحبون تسافرون تصفيق حار من اليمين واخر انجاز الحقيقة موصول او الشكر موصول الى وزارة الاشغال ودائرة الطرق لان فتحنا يعني الحقيقة بالقليل قدرنا نحقق الكثير يعني الكل يشتكي من الازدحام في مملكة البحرين والحلول البسيطة اللي قدرنا ان احنا نتابعها ونوصل لها حلت الكثير من المشاكل ففتحنا تغريبا فوق العشرين شارع الحقيقة او ثلاثين يمكن تقاطع وفتحة ودخلة اللي سهلت على وصول الناس الى المدارس والاعمالهم وخففت من الازدحام لكن مهما سويننا بعد ان شاء الله يعني الرؤية والطموح اكبر فيعني ان شاء الله انتم في الوزارة وفي يعني في الاوساط اللي عندكم اهتمام بهذا الموضوع تفكرون في حلول اللي نقدر نبشر بها المواطنين خاصة على شارع الشيخ خليفة من سلمان كلنا نعرف انه يصير في ازدحام عند التقاطع اللي يركب على شارع الشيخ عيسى من سلمان يعني ارجونا نسرع في وجود حلولي لهذه المشكلة في تنظيم سوق العمل هذه تراها كلها انجازات تمت في السنة الماضية اللي يعني من شفتكم حصلنا على الفئة الاولى في العالم لمكافحة التجارة بالبشر وحسب التغرير الامريكي واحنا نعتبر اول دولة عربية في الشرق الاوسط حصل على هذه الانجاز فمبروكين ومشكورين ما قصرت ودشنا بعد نظام سمينا نظام الفلكسي لخسامة العبسي وجميل وين جميل الحميدان مشكور خسامة وجميل مشكورين ما قصرته حصل بعد اشادة عالمية من قبل منظمة العمل الدولية وحللنا مشكلة كبيرة كانت تواجهنا وبعد بغيت ابين لكم ان احنا من حرصنا لخدمة المواطنين حطيننا معايير للمراكز اللي تستقبل المراجعين في المملكة فقيمنا تسعة وثمانين مركز يقدم خدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة ونعلن اليوم ان عشر منهم عشر من التسعة وثمانين حصلوا على الدرجة الذهبية او الجائزة الذهبية وثمان حصلوا على الفضية فهذه ثمانتعش من تسعة وثمانين وان شاء الله في الملتقى سنت اليايا نشوف المزيد من الانجاز والمزيد من الفوز حين هذه المراكز نتوقع ان يحطون هذه الجائزة عند المدخل في مكان مبين وكل سنة يمعون هذه الجوائز ان شاء الله ويكون نوع من التحفيز حق الموظفين ينجزون بالصورة اللي احنا انتمناها فدائما شعارنا المفروض يكون دعم الابداع والتفوق و اطلقنا مسابقة فكرة وانا هذا الشي انا مفتخر فيه وشي الحقيقة فرحني كثير استلمنا لحد هذه اللحظة 565 فكرة الان تحت قيد الدراسة وان شاء الله بيتم العرض على اللجنة الوزرية في الشهر المقبل وعليانا من بعد ذلك في شهر 12 يعني اكد لكم ان افكاركم ما تروح او يعني ما تضع في مكان لا يطلع عليها احد بل ان شاء الله افضل الافكار ستنفذ وبنشكركم بالاسم فمشكورين فيا اخوان نهاية انا ما بطيل عليكم السنة العمل مستمر والتحديات التجدد لكن بالعزم والعمل الانجاز بعد يستمر فمشكورين ومثل ما يقولون احنا اليوم موجودين كلنا في فريق واحد وكلنا من الموجودين هنا والمشاهدين كلنا فريق البحرين كذا مشكورين